صباح النور بنات يا رب كامل تكونوا بخير بألف صحة وعافية اليوم جدتكم فيديو جديدة وهي هدية لعرأس 2019 يعني وصفة رائع جدا لتبيض البشرة سواء بشرة الوجه أو اليدين أو حتى الجسم كذلك عندها فوائد أخرى في علاج حب الشباب والمشكلات الجلدية مثل البقعة السوداء والبشرة الذاكنة إذا كان يهمك الفيديو نتمنى تشاهده للأخير فقط بالنسبة للصور والزائرة الجدد نقلكم مرحبا بكم في القناة نورتونا ما تنسوش تديروا أبوني هكذا باش يوصلكم كامل إشعارات الفيديوهات القادمة بإذن الله إذن بنات نبدأوا على بركة الله في وصفة اليوم ونبدأوا مع أول مكون في الوصفة وهو صابونة الدوف يعني كامل تعرفوا الفوائد الكبيرة لهذه الصابونة في تبيض البشرة فهو يعمل على تفتيح مسامات البشرة للوجه والجسم معا كذلك عنده دور كبير في تفتيح لون البشرة وتنقيتها من السواد والشوائب الموجودة عليها وتجعل البشرة أكثر نعومة ونقاء وطريقة الاستعمال أو طريقة التحضير راح تكون سهلة وبسيطة راح تكتشفوها معنا أول حاجة بنات ندروها نختاروا أي صابونة الدوف يعني أي نوع صابونة الدوف يكون متوفر عندك نبشروها بالمبشرة اليدوية كما راكم تشوفوا في الصورة ونحطها على جنب من جهة أخرى راح نحتاجوا ماء البطاطا يعني الماء البطاطا معروف في تبيض البشرة كذلك يعمل على تحسين صحة البشرة وعلاج حب الشباب والمشكلات الجلدية الأخرى مثل البقعة السوداء والبشرة الداكنة كذلك يصنعوا منه العديد من الأقنعة بطريقة سهلة كذلك راح نبشر حبة البطاطا ونقوم بتصفيتها هكذا ونستخلص فقط الماء كما راكم تشوفوا طريقة سهلة وبسيطة جداً هكذا بنات بعد ما تحصلنا على هذا الماء أو ماء البطاطا راح نجيبوا هذك الصابون اللي بشرناه ونحطوها عليه بهذه الطريقة ونبقى ونحركوا فيه لبنات حتى نتأكدوا انه الصابونة كامل ذابت في هذك الماء تاع البطاطا اذا بنات بعد ما قمت بتحريك هذك الخليط حتى ذابت الصابونة شوية راح نتحصلوا على هذا الخليط بالنسبة لطريقة الاستعمال سهلة وبسيطة يعني باستعمال قطن أو كوتونديسك راح نحطو هذه الكميات على الخليط فوق البشرة ونخلوها لمدة خمس دقائق سواء بشرة الوجه أو اليدين أو أي منطقة في الجسم خلوها لمدة خمس دقائق ثم نغسل بالماء العادي يعني انكروا هذه العملية يوميا حتى نتحصلوا على النتائج المرجوة اذا بنات انا وصلت نهاية الوصفة ان شاء الله تكون عجبتكم ما تبخلونيش بالإعجاب ومشاركتها على مواقع التواصل الاجتماعي وإلى اللقاء اشتركوا في القناة